السلام عليكم. يا رب تكونوا في التام الصحة والعافية. واسمع عنكم كل خير يا ربي دايما. معنا النهاردة الحواوشي الاسكندراني يانها ربيض يانها ربيض. زي المحمدي تمام. لو جربته بجد بجد. كل يوم هتعملوه من حلوته وسهل جدا. واقتصادي جدا. يعني من نص كيلو. لحن مفروم عملنا كمية كبيرة جدا. من الحواوشي. معنا هنا نص كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. معلقة كبيرة من الخميرة. تلات تربع معلقة كبيرة سكر. نص معلقة صغيرة من الملح. هنتقلبهم كويس جدا. حد ما المكونات تختفي مع بعضها. ضفت هنا نص كباية من الحليب الفاتر. عليه نص كباية من الماء الفاترة. يعني هنا الكباية من السويل. وقلبتها مع الدقيق. وبعد ما قلبناها. نزلت عليهم باربع معالق كبار من الزيت النباتي. بالشكل ده. طريقة سهلة سهلة مش هتاخد من هنا وقت خالص. واحدة واحدة بس علي كده. بعد ما ضفنا هنا الاربع معالق كبار من الزيت النباتي هنقلبهم بالشكل ده. رجعت ضفت عليهم آآ بالزبط بالزبط نص كباية من الماء الفاترة. يعني كده الإجمالي. كباية من الماء الفاترة عليهم نص كباية من الحليب الدافي. كلهم بس يفترين مع بعض كده عشان ما نموتش بس الخميرة عشان يخمر معانا بسرعة. هنبدأ آآ نعجل معانا العجينة بالشكل ده لحد ما نحصل على عجينة طريق. لو حسيت ان العجينة اسية معاك في ايديكي. ضيفي عليها معلقة من الماء. آآ ما تستعجلش عليها يعني ما تستعجلش عليها. يفضل العجينة فيها لحد ما العجينة تطرى في ايدك. بس بقولك لو اسية ضيفي معلقة من الماء عشان ما تعدش تتعيب في نفسك وتهلكي في نفسك وتضغطي عليها. ولو لقتيها هيستي ملزقة في ايديكي ملزقة يعني حط معلقة من الزيت. وهنا العجينة بتاعتنا بعد ما العجينة بقيت طريقة خالص هنسيبها آآ لحد ما حجمية تضاعف. حطت بس زيت حولها عشان بس ما تلزقش في في البولة بتاعتنا. طبعا احنا في الصيف دلوقتي مش هتاخد وقت خالص معنا. وعلى ما تكون خمرت انا معايا هنا اقل من آآ نص الكيلو من اللحم مفروم. يعني فوق الربع كيلو بشوية. ضفت عليه باتنين بصلة. المتوسطة بشرتها بشري ناعم بسكينة. وهنا تقريبا تلات ثمرات من الفلفل الاحمر. عندك اي لون فلفل حطي. انا بصراحة اصلا ما كانش عندي غري الفلفل الاحمر ده وحطيته. وما كانش عندي فلفل حار فلقيت فيه كده فلفل واحدة حارة مع الجبنة القديمة قطعطها وحطتها مش هنغلب. معانا هنا البهارات بتاعت الحواوشي الجهزة يدوب حطتها ما ضفتش اي ملح ولا اي توابل. انا هضفتها على طول ما توابل الحواوشي او بهارات الحواوشي. معاندي كيش انت بهارات الحواوشي حط ملح حط فلفل اسود حط اه ارفة بس خلاص كده. وهنركنهم على جنب لحد حطوم في التلاجة. لحد هنا العجنة بتاعت كانت خمرت خلاص. دي كان خمر حاجة متضاعف بالشكل ده. في الحرر ده ساعة الزمن كده هتلاقى خمرت خلاص. هنبدأ نقطعها معنا. عايزة تقطعها بقى صغيرة. عيش صغير. عايزة تقطعها في صانية كبيرة ما فيش مشكلة. خد بالك الصانية اللي حت الصغيرة اللي انا عملتها معاكو دي عملت عيش كبير. يعني انت ممكن تصغرع عن كده كمان. لانك لما بتجي تفرد组ة بتفرد معاكي. هتشوفي دلوقتي حجما كان قد قيد een. وتقريبا كده يعني نص كيلو من دقيق مع اقل من نص كيلو لحم مفروم عملت تقريبا معايا. آآآآآآآآآآآ�آآآآآآآآآآآآآآآ Bem- hi-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y عشان نعمل الرغيف بتاعنا. قد اول واحد معنا آآ هنفضل آآ نعمله بشكل القوار بالشكل ده. انا طبعا كنت سيبته القوار بتاعتي آآ ترتاح لمدة عشر دقيق كمان. قبل ما افردها بالشكل ده. هنعمل واحدة كمان. اخد نفسي بس عشان بتكلم بسرعة قوي. عندك نشابة. عمليها بالنشابة. فرديها بالنشابة. آآ خد يبالك عايزين الجهة لتاحت تكون آآ اكبر شوية من الجهة لفوق. عشان احنا بنبرومها من الجوانب. السمك بتاعها كده بتعملش سمكة تخين خالص. لو عملت سمكة تخين آآ في الفرن هتخمر منك كمان وتبقى تخينة تبقى مش لطيفة يعني. بس عادي يعني فكرة العجنة بتاعتنا حلوة. العجنة بتاعتنا يا جماعة حلوة. يعني حتى لو تخينها هي كده كده طرية. الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن مساحتها معلاتين كبار كده من زيت الحلوين. عشان بس اللي تاخد اللون من تحت عشان الحواوش بتاعنا هياخد لون حلو من تحت. بدأت اقوّر المفروم بتاعنا او الحواوش الحشوة بتاعتنا. رحيتها على فكرة حلوة قوي بهارات الحواوش مخلالها رحيتها حلوة قوي اي نوع بهارات. حتى لو سايب من العطارة بالوزن كده. كورتها في ايدي. بلاشت حطيها على على العيش على طول. عشان بنحضش نفروم فيه كتير. كده السمك بتاعها متوازن يعني كده الحواوش الحشوة بتاعتنا سمكها متناصق مع بعضها. مش حطة رفياة وحطة خينة. تمام كده? هنبرم بالجهتين. عشان كده قلت لك الجهة اللي تحت عايزانها اكبر من الفوق. اعملي بقى اعملها بايديك كده. عشان تبقى كلها آآ نفس الحجم. واخد بالك المفروم كده هينزل جا يروح في الجوانب كمان. عشان الوش بقى ياخد الليون الدهبي. انا جبت نص معلقة صغيرة من اللي نسق فيه. عليهم تلات معلق كبار من الحليب. معلقة كبيرة من الزيت. وبدأت امسح بيها وش الحواش. آآ بالنسبة للتسوية انا دخلته في فرن الفرن يكون طبعا سخن جدا. لان المفروم بيحب السخن الحشوة بتاعتنا اللحمة دي بتحب الفرن يكون حامي. وكمان عشان الخبز بتاعنا آآ ما ينشفش فعايزين كده مش عايزين نحطه في الفرن كتير. فانا حطيته على متين درجة. آآ دخلته على متين درجة. فصبته لحد متين درجة. لحد ما الوش بدأ ياخد اللون الدهبي كده. لو انت حسيت الوش لسه مداخدش اللون الدهبي. طلعي الصينية من الفرن. وحطي عليها امسحيها بمعلقة زيت. الزيت على فكرة هيساعد آآ الوش ياخد اللون الدهبي. آآ لو انت مش عندك النتقافية والحاجات اللي انا قلتها عليك دي كلها حط زيت. مفيش اي مشكلة. زيت على فكرة هيساعدها. بس هتطلعها من الفرن. تحط الزيت. والدخليها الفرن تاني. وهنا بعد ما طلعنا الحواقش بدو الفرن. آآ طبعا المفروم بتاعنا الحشوة. كل شو هيقول مفروم. هو مفروم عموما يامن. الحشوة بتاعتنا ما طلعتش. لان احنا كنا برمين الحواقش من الجنب كويس جدا. لو انت عايزة تزويد الفلفل حار. لو انت بتحبيه ملحل بقوي زويد الفلفل حار براحتك. لو انت عايزة تحطي آآ حطي. عايزة تزيني من فوق من البقدونس حطي. مفيش اي مشكلة. الوصف بتاعتنا ممتازة جدا. نكحة جدا. العيش طري. العيش طري وبنفس الوقت فيه ارمشة. وبصراحة ريحته. بصراحة تحفى الاكلة بجد بجد. عملت كمية كبيرة قوي. يعني فيه توفير بجد. واللون دهبي وحلو. آآ ما تنسناش لو لوصح عجبتكم آآ لايك. واشتراك مع تفعيل الجرس. انا يعني بحب وجودكم. بحب مشاهداتكم جدا. مبسوطة جدا لما بشوف الناس بتشاهد آآ فيديوهاتي بتشجعني ان انا اكمل اكتر. آآ يلا كل سنة وانتوا طيبين. استنوني في الوصفة القادمة ان شاء الله. مع سلامة.